عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان الحوار الوطني وذلك بقصر الثقافة الزقذيقة في محافظة أشققية ضمن مختلف الفئات العمرية والمهنية واستهدفت الجلسة الاجتماع إلى أراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي توادههم ضمن القضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة منها أهمية العمل العام وأهدافه وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في دميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية كنا موجودين في أصل الثقافة وكان موجود فعلا نخبة من الشباب نقدر نقول للمشاكين في الأنشطة الطلبية وبعلمانات الشباب وكمان نمازج محاكزة مجلس الشيوخ التابع لوزارة الشاب ويوضة وكان موجود قيادات سياسية وحزبية وكمان مواطنين أرقنا الضوء على كثير جدا من التحديات اللي حاب نتكلم فيها نقدر نقول شغالهم بشكل كبير جدا قضية التمكين والتأهيل وقضية كمان الحواك السياسي الموجود فبالتالي هناك مطالبات بإصدار قانون الإدارة المحلية أو المحليات فيه كلام حول بعض القضايا زي قانون التصالح وازي أنه محتاج مجهود أنه يصدر بأسرع فترة كمان نتجنب كثير جدا من اللغة تحوله اشتركوا في القناة